خلقت لتنعم بالحرية انتبهوا من فضلكم لا تخرجوا إلى الشارع إلزموا بيوتكم استغرب الناس وتساءلوا عن السبب وتوصل التحذير الذي كانت تصدره مضخمات الصوت احذروا لقد نسي العمال أبواب أقفاص الوحوش مفتوحة فغادرت مرابضها وهي الآن طليقة تتجول في شوارع المدينة وقفت سلمى قرب النافذة تتأمل الحركة غير المعهودة في الضريط المرة تركضون والسيارات تسره والدراجات تتسلل بين الحافلات والشاحنات الكل في هلع يعني هذه الكارثة قد خرج الفن من الحديقة ينقض على الناس وتبعه الأسد ليفترس الكبار والصغار قالت سلمى ذلك وقد تملكها الرعب فراحت تحكم غلق بابي ورفتها وتصيح مستنجدة خوفا من المحوش وبينما هي على تلك الحال تناهى إلى مسمعها صوت أمها مبسملة أفقي ولا تجزعي يا عزيزتي لا شك أنه حلم مخيف استعدت فيه أحداث القصة التي كنت تطالعينها قبل أن تنامي فركت سلمى عينيها وحمدت الله ثم قالت تخاطب والدتها لو ترك العمال الأقفاص مفتوحة حقا فهل يهجمنا الأسد والضبع والفهد ويرحقون بنا الضرار؟ ما من شك في ذلك يا ابنتي؟ أليس من حقها أن تعيش حرة طليقة؟ فالإنسان قد ظلمها حين سجنها في بيئة غير بيئتها لأنها خلقت لتنعم بالحرية مثلنا وتعيش طليقة في الغابات والصحاري والمحميات فتطفي على مناظر الطبيعة جمالا ورونقة أولاً أكتشف أولاً أقرأ النص جيداً ثم أحدد الشخصية المقصودة في العنوان خلقت لتنعم بالحرية الشخصية المقصودة في العنوان الأسد والضبع والفهد ثانياً أتصور أحداث النص ثم أجيب على السؤال التالي هل ترى أحداث النص خيالية أم واقعية؟ أحداث النص خيالية ثانياً أتفاعل مع النص أولاً متى علمت سلمة أن ما عاشت وكان حلماً؟ أقرأ ما يدل على ذلك قراءة منغمة علمت سلمة أن ما عاشته كان حلماً عندما إيقظتها أمها ثانياً ما الذي جعل سلمة ترى في منامها حلماً مزعجاً؟ أحداث القصة التي كانت تطلعها سلمة قبل أن تنام هي التي جعلتها ترى في منامها حلماً مزعجاً ثالثاً ما هو موقف سلمة من سجن الإنسان للحيوان؟ أقرأ ما يدعم إجابتي قراءة منغمة ترفض سلمة سجن الإنسان للحيوان رابعاً اتخذت سلمة موقفين مختلفين من الشخصيات الحيوانية التي رأتها في المنام أذكر الموقفين الرفض التام لسجن الحيوانات والرفق بها ثالثاً أبدي رأيه ما رأيك في رفض سلمة فكرة سجن الحيوانات في أقفاص؟ لسلمة وجهة نظر في رفضها فكرة سجن الحيوانات في أقفاص لأن الحيوانات لها الحق في العيش حرة طليقة ترجمة نانسي قنقر